بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الرياضيات واحد واحد لسنة الأولى المشتركة في الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية أخذنا أمس البرهان الجبري الدرس الأول وأخذنا فيه خصائص كثيرة يعني أخذنا قصية الجمع المساواة وخذنا قصية الطرح المساواة والضرب والقسمة والتماثل والتعدي والتوزيع وهكذا اليوم برجع لما إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله لاستذكار هذا الموضوع إذن في الدرس الماضي في الدرس اليوم إن شاء الله رح يكون عندنا استكمال لهذا الموضوع وقادرا بإذن الله زي ما ذكرنا في الدرس الحصة الماضية قادرا بإذن الله رح يكون حل تمارين أو الدرس القادم رح يكون حلا لتمارين هذا الموضوع تعالوا نشوف اليوم في البرهان الجبري زي ما ذكرنا سابقا البرهان الجبري تعلمنا سابقا استعملنا الجبر لكتابة برهان ذا عمدينه ذكرنا وأخذها تذكرون مثال فيه برهان عادي كنا نكتب إيش؟ كنا نكتب العبارات في الجهة اليمنى والمبريرات في الجهة اليسرى هذا في أول مثال أخذناه بعدين تطور عندنا الموضوع بدينه وش نسوي؟ بدينه نكتب هذا الجدول ذكرنا هذا الجدول يسمى برهان ذا عمودين الفرق بينه بين الموضوع السابق ما كنا نحط عمودين هنا حطينا عمودين وذكرنا أن الجهة اليمنى هو العبارات الجهة اليسرى هي إيش؟ هي المبررات هذا في الموضوع السابق الآن وش رح يكون في عندي؟ الآن رح يكون عندي في حاجة هندسية رح يستعمل خصائص المساواة لكتابة برهان هندسي طيب ما هي خصائص المساواة؟ تعالوا ونشوفها مفرداتي زي ما ذكرت سابقاً البرهان الجبري الجبرك بروف برهان ذا عمودين تو كولوم بروف في المفهوم الأساسي اللي قدناه في الدرس السابق كان عندنا خصائص الآتية صحيحة لأي ثلاث أعداد حقيقية A B C وذكرنا الجمع والطرح والضرب والقسمة شبيهها بعض كفكرة ولكن انتبه عمليات تختلف عندي لحظوا هنا الجمع هنا طرح هنا ضرب وهنا قسمة وبالتالي في الجمع أجمع للطرفين في الطرح أطرح للطرفين في الضرب أضرب الطرفين في القسمة أقسم على الطرفين وانتبه المقام لازم ما يكون يساوي صفر أما في خاصية الانعكاس للمساوات فإن A يساوي A التماثل إذا كان A يساوي B فإن B يساوي A التعدي إذا كان A يساوي B وB هذا يساوي عدد آخر اسمه C فإن الأحمر مع الأخفر متساوي لأنه مشتركين بمساوات B وبالتالي رح يكون في عندك A أو C هنا تساوي A تساوي A وهذه يسمى خاصية التعدي للمساوات التعويض إذا كان A يساوي B فإنه يمكننا أن نبدل أو نضع بمكان A في أي معادلة أو عبارة جبلية تحتوي على A أما في التوزيع قلنا أننا إذا كان في عندي عدد مضروب أنت بمضروب في إيش في قوس بينهم على مجمع أو طرح فإننا أقدر أوزع A مر مع B مر مع C أي طرفين عندي وبالتالي A B زائد A C تعالوا نشوف ماذا يعني هذا البرهان الهندسي ما هو البرهان الهندسي وماذا نستعمله وما هي خصائص المساوات في استعمالات البرهان الهندسية بما أن في الهندسة أيضا متغيرات وأعدادا وعمليات فإن معظم خصائص المساوات المستعملة في الجبر صحيحة أيضا في الهندسة فأطوال القطع المستقيمة وقياس الزوايا هي أعداد حقيقية لذلك يمكننا أن نستعمل خصائص الجبر في إثبات العلاقات بين القطع المستقيمة أخذنا خصائص الجبر سابقا راح يستعملها أيضا في الهندسة يعني ما راح يختلف علينا شيء لأنك كانت تعمل مع أرقام صح أو لا بالتالي استعمال الجبر هنا ممكن في الهندسة تعالوا نشوف خصائص القطع المستقيمة والزوايا لاحظوا معي هنا راح يكون في عندي قطع مستقيمة وهنا راح يكون في عندي الزوايا الخاصية الأولى هي خاصية الإنعكاس A B يساوي A B ممتاز في الإنعكاس هنا ذكرنا سابقا في الأعداد الحقيقية أن A يسوي A نفس الكلام قطع المستقيمة هنا A B مستقيم يسوي A B مستقيم الآخر يعني هما نفس المستقيمات بالتالي هو يسوي نفسه أما في الزوايا قياس الزاوية واحد تساوي قياس الزاوية واحد هنا وانتبه هذا الرمز لي ما نكررنا سابقا هو رمز قياس الزاوية M هذا رمز قياس الزاوية ودائما قياس الزاوية يأتي على هيئة عدد ورقم وبالتالي قياس الزاوية واحد يساوي قياس الزاوية واحد أما فيما يتعلق بخاصية التماثل إذا كان قطعة المستقيمة A B تساوي قطعة المستقيمة C D فإن قطعة المستقيمة C D تساوي قطعة المستقيمة A B ممتاز؟ فتعالوا فيما يتعلق في الزوايا إذا كان قياس الزاوية 1 يساوي قياس الزاوية 2 فإن قياس الزاوية 2 يساوي قياس الزاوية 1 أما فيما يتعلق بخاصية التعدي إذا كانت القطعة المستقيمة AB تساوي القطعة المستقيمة CD والقطعة المستقيمة CD تساوي القطعة المستقيمة هنا سميها EF فإن القطعة المستقيمة AB هنا تساوي قطعة المستقيمة EF لأن المشترك بينهم هو CD متساوي مع AB و EF وبالتالي قطعة المستقيمة AB تساوي قطعة المستقيمة IF فيما يتعلق بالزوايا، إذا كانت الزاوية تساوي الزاوية الثنين والزاوية الثنين هنا تساوي قياس الزاوية ثلاثة ممتاز فإن قياس الزاوية واحد هنا قياس الزاوية واحد تساوي قياس الزاوية ثلاثة هذه فيما يتعلق وهذا فيما يتعلق بخاصية التعدي إذن استعملنا قصائص الانعكاس والتماثل والتعدي قطع المستقيمة والزوايا كما سيأتينا في الأمثلة القادمة إذن سأستعمل هذه القصائص لكتابة براهين هندسية تعالوا نشوف ما هي خاصية الإبدال والتجميع أخذنا في مراحل سابقة خاصية الإبدال والتجميع في خاصية الإبدال والتجميع الخصائص الآتية هي صحيحة لأي أعداد حقيقية A و B و C إذن أول شيء خاصية الإبدال للجمع ماذا تقول خاصية الإبدال للجمع؟ A زائد B تساوي B زائد A 3 زائد 4 يساوي 4 زائد 3 خاصية الإبدال في الضرب A في B يساوي B في A 3 في 4 يساوي 4 في 3 هذا مثال أما فيما يتعلق بخاصية التجميع A زائد B زائد C يساوي A زائد B زائد C يعني إذا ضربت إذا جمعت A مع B في النهاية جمعته مع C نفسه لما أجمع B مع C أولا ثم أجمعه فيه في النهاية مع A أما في خاصية التجميع للضرب إذا ضربت A في B وفي النهاية ضربتها في C نتجهم هي نفسها لما أجي أضرب B في C في النهاية أضربه مع إيش؟ مع A هذه فيما يتعلق بخاصية التجميع للضرب تعالوا نشوف مثال 3 في صفحة 55 كتابة البرهان الهندسي لاحظ معي أكتب برهان ذا عامدين خلاص الحين وش سوى له أجبرني على إيش أسوي عامدين وأكتب على الليمين العبارات وعلى الليسار والمبررات باستخدام المعطيات اللي عندي هنا حلو؟ طيب أكتب برهان ذا عامدين لإثبات أنه إذا كان الزاوية J-K-L هنا نحطها على هيئة لاحظها هنا إذا كانت الزاوية J-K-L أين J-K-L؟ هذه هي الزاوية J-K أو هنا أين نعم J-G-K هنا الزاوية J-G-K هذه الزاوية J-G-K تطابق الزاوية K-G-H أين الزاوية K-G-H؟ هل نحطها نفس اللون هذه الزاوية K-G-H ممتاز هاتين منتطابقتين والزاوية F-G-J 1-F-G-J هذه هي الزاوية F-G-J هذه الزاوية تطابق الزاوية J-G-K J-G-K تطابق نفس الزاوية هذه يا أسلام إذن في عندي حاجة مشتركة بينهم فبس تعمل هنا خاصية إيش؟ بس تعمل خاصية التعدي بالتالي راح أساوي الزاوية تانية اللي عندي هنا إذن هنا طبعا هي نقولك فإن X يساوي 6 تعالوا نشوف أول حاجة راح أكتب المعطيات أول حاجة المعطيات هذا المعطي الأول وهذا المعطي الثاني كتبته ما سوت أي حاجة اتفقنا طيب مطلوبه شوه؟ مطلوبه هو X يساوي 6 ممتاز؟ طيب كي جي أتش كي جي أتش تساوي ثمانية X ناقص خمسة كتبناهم أيضا هذا من المعطيات المطلوب هو X يساوي 6 ونركز على موضوع أو المصطلحات اللي عندي أنا أدري يا شباب أدري أدري أن في عندي يعني من بعض الأحيان يكون في واحد عنده إشكالية في الرموز ترى انتبه هذه هي الزاوية هذه الزاوية هذه تطابق حتى بس كنا عارفين هذه تسمى قياس زاوية وهذه مثل ما حنا عارفين تساوي ممتاز؟ إذن حنا عارفين هذه الأشياء طيب أول حاجة البرهان رح أكتب في الجهة اليمنى العبارات في الجهة اليسرى المبررات رح أبدأ دائما في إيش؟ بالمعطيات المطل الأول أو معطيات اللي عندي هنا في السؤال هذه الزاوية مع بعض متطابقة JGK تطابق KGH المطل الآخر FGJ زاوية تطابق الزاوية JGK هذا معطى عندي معطى آخر أيضا أن الزاوية الموجودة عندي هنا قياساتها موجودة FGJ أو قياس الزاوية FGJ تساوي 6X زا 7 هنا ثم هنا من تعريف وضع مرضو هنا أيضا هذا معطى عندي رقب الثنين رح يكون في عندي زاوية متساوية الزاوية FGJ أو نلاحظ هنا في الرسمة عندي الزاوية F أو قياس الزاوية FGJ تساوي قياس الزاوية GJJ أو GJJK هل نشوفها هنا هذي FGJ تساوي تساوي وستبدلنا الزاوية بإيش؟ أو بدلنا الزاوية والتطابق بإيش؟ بدلنا بقياس الزاوية ما عملنا أي حاجة اللهم إحنا عرفنا أو بدلنا إن بدلما تكون عندي زاوية عشان تكون واضحة بس لازم إحنا نكون عارفين حنا شي هذا بدلما تكون عندي زاوية FGJ كتبنا قياس الزاوية FGJ ممتاز؟ واستبدلنا علامة التطابق بإيش؟ بإيش؟ بالمساواة هذه إيش؟ من تعريف تطابق الزاوية من خاصية التعدي نجد أن بما أن هذه الزاوية مشتركة في تساوي مع الزاويتين اللي عندي هنا إذن ليش ما أجمع؟ أو ليش ما أخلي الزاوية هذه الزاوية قياس الزاوية KGH بإيش؟ بإيش؟ بFGJ إذن سويتهم بعض باستخدام خاصية التعدي للمساواة طبعا فيه الزاوية رقم أربعة خلاص بإيش عندي الزاوية هنا متطابقة متساوية ليش ما أستبدل؟ خلي ستة إك زائت سبعة تساوي إيش تساوي ثمانية إكس نقص خمسة بعد ذلك هذه من خاصية التعويض أو وبت مكان القياس الزاوية هذه بإيش؟ بقياساتهم في الرسمة الآن أوجد قيمة إكس كيف توجد قيمة إكس هنا؟ رح أتخلص من الأعداد رح أجمع أو أتخلص من السالب خمسة هنا فأجمعها للطرفين بعدما أجمعها باستخدام خاصية الجمع للمساواة رح أبسطها بالتبسيط ستة إكس سبعة زائت خمسة وثنعش وسالب خمسة مع موجب خمسة تختصر صفر الصفر ما يكتب وبالتالي نزل ثمانية إكس كما هو هنا وبالتالي بعدما أمبسط هذه العبارة نروح نطرح ستة إكس من الطرفين ستخلص من ستة إكس للطرفين هذي سعطها بالطرف الأيمن والطرف الأيسر بالطرف الآن سأقسمها على الثانية طرفين باستخدام خاصية القسم المساواة في النهاية بيطلق قيمة X كم تساوي 6 بعد التبسيط وبكده نكون كتبنا برهان ذاعة مدين إذا كان هذه المطلوبات عندي أو المعطيات موجودة عندي فإن X كم تساوي؟ تساوي 6 طبعاً هو قيل لك X يساوي 6 X بالطرف الأيسر و 6 على اليمين فأستخدم خاصية التماثل لإيجاد بالضبط الشكل اللي عندي هنا ما يصلح تكون عندي 6 على الإيجاد و X على اليمين لازم أطلعها بنفس الموجود عندي اللي هو X يساوي 6 باستخدام خاصية التماثل للمساوات بنفس السؤال في صفحة 55 نقول لك أكتب رهاناً ذاعة مدين لإثبات صحة كل من التخمينين الآتي أول إذا كان قياس الزاوية A 37 والزاوية A هنا تساوي الزاوية B فإن قياس الزاوية B تساوي 37 درجة استخدم أو أكتب رهاناً ذاعة مدين أول شيء رحكت بالمعطيات المعطيات الزاوية A تطابق الزاوية B وقياس الزاوية A يساوي 37 المطلوب قياس الزاوية B تساوي كم ساوية 30 هذه باستخدام خاصية من الخاصيات إذا نكتب العبارة في الطرف الأيمن والمبررات في الطرف الأيسر نبدأ بإيش بالمعطيات بعد ذلك باستخدام تطابق الزاوية تذكرون العبارة هذه اللي عندي هنا قلنا ما أقدر أبدأ بها وأسوي عمليات عليها يعني لاحظوا معي هنا الزاوية A تطابق الزاوية B أنا ما أقدر أعمل أي عملية في هذه العبارة شكل هذا لا يمكن أني أعمل أي عملية تجمع أو طرح فلازم أول شيء من تعريف تطابق الزاوية إيش أعمل فيها علشان أقدر أعدل عليها وأجمعها وأطرحها وأضربها أخليها إيش قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية B علشان أقدر أعدل عليها هنا الآن يمكن أن تهدل عليها أقدر أجمع وأطرح وأضرب وأستخدم خصائص والتعويض أيضا وأستخدم خصائص اللي أخذتها سابقا وبالتالي لاحظوا معي هنا الفرق بين هذه وهذه اللي عندي أني فقط أعدل تعريفها باستخدام تعريف تطابق الزاوية الآن بما أن الزاوية A من السؤال تساوي 37 وبالتالي أروح أبدل مكانا A هنا ب37 واللي عنه لمين ينزل؟ إذن 37 درجة يساوي قياس الزاوية B من خاصية التعويض المساواة تذكرون التعويض أنه إذا كان A يساوي B فإننا نقدر نبدل مكان كل A بي حلو؟ في أي يعني A أمامنا هنا بدلنا كل قياس الزاوية A بي كم بقيمتها ل37 درجة طيب هلو هذا المطلوب؟ لا المطلوب الزاوية B على الإسار قياس الزاوية B على الإسار و37 هي في الجهة اليمنى وبالتالي أروح أبدل بينهم باستخدام خاصية التماثل للمساواة إذن قياس الزاوية B كم تساوي؟ تساوي 37 درجة وبكذا نكون أوجدنا المطلوب السؤال الآخر عندي في ثلاثة B يقولك أكتب برهانا ذا عمدين أيضا لإثبات صحة كل من التخمين الآتي طبعا هذا الآخر إذا كانت القطع المستقيمة CD تطابق قطع المستقيمة EF فإن Y يساوي 8 إذا كانت القطع المستقيمة CD هنا تطابق القطع المستقيمة EF فإن Y هذه تساوي كم تساوي 8 هذا معطا طيب لاحظ معي أعد تعريفها باستخدام تعريف تطابق قطع المستقيمة كما أخذنا قبل قليل بالزوايا أني ما أقدر أعدل عليها إلا إذا إيش وضعت قياس هنا نفس الكلام CD قطع المستقيمة تطابق قطع المستقيمة EF لازم أحولها إلى صيغة بحيث أني أقدر أعدل عليها كيف خلها CD تساوي EF يا سلام لاحظ معي بدلت تطابق قليلتها تساوي ممتاز وشلت الإشارة حققت قطع المستقيمة لكي أعوذ بعد ذلك باستخدام تعريف تطابق قطع المستقيمة أضع مكان CD مكانها التي هي ثلاثة Y ناقص تسعة ووضع مكان الـ EF التي هي إيش خمسة عشر بعدين أقدر الآن أني أجيب قيمة Y طبعا هنا باستخدام خاصية التمثل للمساواة أجمع تسعة للطرفين لما أجي أجمع تسعة للطرفين تختصر تسعة هذه تسعة زائد خمسة عشر كم تساوي أربعة وعشرين إذن ثلاثة Y يساوي أربعة وعشرين الآن أوجد قيمة Y بالقسمة على ثلاثة الطرفين لما أجي قسم ثلاثة على الطرفين باستخدام خاصية القسم من المساواة ثلاثة على ثلاثة تذهب بواحد الواحد ما ينكتب أربعة وعشرين على ثلاثة كم تساوي ثمانية وبالتالي Y كم يساوي ثمانية نأتي إلى أسئلة تأكد في صفحة ستة وخمسين أكتب برهانا ذاعة مدين لإثبات صحة كل من التخمينين الآتعين إذا كان سالب أربعة مضروف في X ناقص ثلاثة زائد خمسة X يساوي أربعة وعشرين فإن X يساوي ثناش باستخدام برهانا ذاعة مدين لازم أول حاجة أكتب المعطيات والمطلوب هذه أول خطوة عندي بعدين أرسم الجدول اللي موجود عندي وأكتب أول شيء المعطى المعطى الأول عندي هي أول معطى الأساسي هذا هو ثلاثة معطى هنا بعد ذلك الآن أجري العمليات أول شيء رح أسويه رح أوزع السالب أربعة رح أضربها مع الـ X أصبحت سالب أربعة X سالب أربعة في أنتبه سالب ثلاثة سالب أربعة في سالب ثلاثة بموجة بـ 12 طيب ممتاز زائد خمسة ها بتنزل والأربعة وعشرين ها بتنزل باستخدام هنا خاصية التوزيع بعد ذلك لما أجي أبسط سالب أربعة X زائد خمسة X وهذه كثير يعني من المتسرعين يخطون فيها ركز بالله معي سالب أربعة X زائد خمسة X هنا أنت تقول خسرت أربعة وكسبت خمسة لما أجي أخسر أكون خسرت أربعة وكسبت خمسة إذن كسبت واحد إذن هذا الواحد ما ينكتب ممتاز سالب أربعة X زائد خمسة X يساوي واحد X ممتاز إذن واحد X اللي عندي هنا أنزله زائد 12 تنزل هذه والأربعة وعشرين ها بإيش تنزل طيب بعد ذلك طبعا X زائد 12 ساوي 24 بالتبسيط هنا أتخلص من الثنعش هذه بالطرح 12 من الطرفين باستخدام خاصية الطرح للطرفين لما أجي أخلي هنا نقص 12 هنا نقص 12 12 نقص 12 بصفر صفر ما ينكتب إذن X تنزل كما هي وأربعة وإيش هي نقص 12 هي 12 وبالتالي X ساوي 12 هل فعلا المطلوب عندي كما هو موجود عندي في نهاية البرهان هنا نعم إذن حلي صح وبالتالي المطلوب أوجدنا نأتي إلى هذا البرهان الهندسي أيضا أكتب برهان ذاعم ودين لإثبات صحة هذا التخمين إذا كان قطع المستقيم A B تطابق قطع المستقيم C D فإن X هذه كم تساوي تساوي 7 أول حاجة أبدأ بالمعطيات والمطلوب المعطيات قطع المستقيم A B تطابق قطع المستقيم C D أعتقد أن الآن البعض عنده فكرة بما أنه تطابق عشان أقدر أعدل عليها رح أقليها A B تساوي C D يا سلام ممتاز ممتاز لاحظ معي أنا عرفت الآن ببدايات الحلول عندي والتالي أرسم الجدول اللي عندي لاحظ معنا قطع المستقيم A B تطابق قطع المستقيم C D بعد ذلك خطوة أخرى هذا معطى A B تساوي C D من تعريب تطابق قطع المستقيم الآن أعوض باستخدام خاصية التعويض للمساواة رح أشيري الـ A B هذه أحط مكانها 4 X-6 والـ C D رح أحط مكانها يكام 22 الآن أوجد قيمة X هندي وبالتالي أجمع 6 للطرفين عشان أتخلص من السالب 6 هذه 4 X زائد 6 نقص 6 يعني يكون عندي 4 X في الطرف الأيسر و 22 زائد 6 رح يكون 28 هنا باستخدام الجمع أو خاصية الجمع للمساواة طيب الآن أقسم 4 على الطرفين علشان أتخلص من الأربعة المضروبة في الـ X 4 على 4 بواحد إذن يبقى عندي X و 28 على 4 هي 7 وبالتالي هنا استخدمنا خاصية القسمة للمساواة وبكذا نكون أنه إذا كان قطع المستقيمة A B تطابق قطع المستقيمة C D فإن X يساوي 7 هل فعلاً في النهاية صار عندي X يساوي 7 بالفعل X يساوي 7 إذن حلك هنا إيش حلك صح إذن ماذا تعلمنا؟ تعلمنا في الدرسين السابقين أو الدرس هذا الدرس القادم السابق الدرس السابق اللي اخذناها هذه الخصائص اللي اخذناها سابقاً عرفناها بالإضافة إلى هاتين أو هذه الثلاث خصائص اللي موجودة عندي الانعكاس والتماثل والتعدي وذكرنا أن قطع المستقيمة والزوايا لهم نفس خاصية الانعكاس هنا قطع المستقيمة A B تساوي قطع المستقيمة A B قياس الزاوية 1 تساوي قياس الزاوية 1 أما في خاصية التماثل قطع المستقيمة A B تساوي قطع المستقيمة C D إذا كان قطع المستقيمة A B تساوي قطع المستقيمة C D فإن قطع المستقيمة C D تساوي نفسها قطع المستقيمة A B طيب في الزوايا إذا كان قياس الزاوية واحد تساوي قياس الزاوية اثنين فإن قياس الزاوية اثنين تساوي قياس الزاوية واحد في التعدي إذا كان قطع المستقيمة A-B تساوي قطع المستقيمة C-D وكان أيضا قطع المستقيمة C-D تساوي قطع المستقيمة E-F في التعدي نلاحظ أن المشترك C-D إذن A-B هنا تساوي قطع المستقيمة E-F بنفس الكلام في الزوايا إذا كان قياس الزاوية واحد تساوي قياس الزاوية اثنين وقياس الزاوية اثنين يساوي قياس الزاوية ثلاثة ونلاحظ أن المشترك في المساواة عنده الزاوية اثنين إذن قياس الزاوية واحد تساوي قياس الزاوية ثلاثة وبكذا نكون عرفنا خصائص الثلاثة الانعكاس والتماثل والتعدي لقطع المستقيمة والزوايا إلى هنا نكون أنهينا موضوع البرهان الجبري الثاني إذن بالتسلسل عشان نكون حعرفين حنا الدرس السابق والدرس هذا والدرس القادم إن شاء الله اللي بيجينا خذنا في الدرس الأول اللي هو درس الماضي أخذنا الخصائص مجتمعة برهاننا بعدين استخدمنا البرهان ذا عمودين بعدين في هذا الدرس أخذنا خصائص الانعكاس والتماثل والتعدي لقطع المستقيمة والزوايا وبإذن الله في الدرس القادم سنأخذ تمارين ومسائل لهذا الموضوع كامل نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته